احنا نقدر نقول ان في ابتلاقات في الدنيا ملهاش حل غير ان ربنا يربط على قلب الانسان فيها الله يصبختوني وطبعا الاعداد والماشر الله عليك وربنا يبارك فيه الله يبارك في حضرتك فده اللي حصل لأم سيدنا موسى دي العقل البشري ما يستوعبش الكلام ده كلنا أم سيدنا موسى كل المجتمع بآبائه وأمهاته وأبنائه وبناته كل مجتمع في شخص وصورة أم سيدنا موسى عليها السلام فكل من كسر خاطره وكل من جرح وكل من ينتظر فرجا وينتظر عطاءا وينتظر شفاءا وينتظر قضاء مصالحه كلنا قد يفرغ فؤاده وقد يتأهب لأن يصرخ صرخا قوية جدا ليت هذه الصرخة يوجهها الإنسان بقلبه الصامت إلى ربه السميع البصير فالله تعالى بشرنا لها أرضعيه وألقيه في اليم خدي بالأسباب وتوكل آه آه ومعدين ما تزعليش إن أراد دوه إليك أنا بقول لنفسي وكل واحد الله تعالى يقول لنا بلسان حالنا ومقالنا إن أراد دوه إليك سيرجع الله لنا الخير وسيرجع الله لنا ما نفتقد وسيعوضنا الله تبارك وتعالى بالربط على القلوب الربط اللي هو التثبيت ولذلك كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك القلب ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فمحتاجين أن الله يربط على قلوبنا ليجبر خواطرنا الخطوات إيه يا شيخ محمد للربط على القلب الخطوة الأولى التوجه إلى الله بإيمان وبأدب وبرضل لأن القلب الراضي القلب الراضي مكرم من الله عز وجل وما قاله الطمأنينة كما ذكر القرآن الذين آمنوا وتطم إنوا قلوبهم بذكر الله يعني أنا ما تذكر الرزاق لا أخشى رزقا أما تذكر القادر لا أخشى ظلم من أحد لما أتذكر المنعم لما أتذكر القيوم لما أتذكر الرازق الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم هذه الأسماء أسماء الله الحسنة نعيش معها من أحصاها دخل الجنة بكل اسم فنحن نحتاج إلى ربط للقلوب يربط الله على قلوبنا بدعواتنا الصادقة بإيماننا بأعمالنا الصالحة بقلوبنا الصافية ما يكونش واحد قلبه مليان كركبة من جوه ونفسه تعبانة وانتظر يربط على قلبه إلا إذا من الله عليه بذلك فلابد أن يكون الإنسان مستمطيرا لغيث الله ورضوانه دائما يقترب من كتاب الله يقترب من شرع الله يقترب من الرحمة يقترب من الصالحات من الصدقات من الصلاوات من الزكاة يأتي رمضان مرحبا بيأتي الحج مرحبا بيأتي الصلاة أرحنا بها مش منها وهكذا وهكذا يربط الله على القلوب اللي بيحصل أن سبحانه الله بتتغير القوانين يعني اللي حصل في قصة أم سيدنا موسى نتيجة خفها وبعد خفها لجؤها لله أن ابنها اتربى في أصر سيدنا موسى وبعدين ربنا ما سابش طاغية هو اللي يربيه ربنا قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فكرة حضرتك احنا قلنا جملة من فترة كده الحلقات الماضية وذكرنا قصة سيدنا موسى على فكرة ليس سيدنا موسى وحده فقط من تربى في بيت عدوه وإنما هناك صور كثيرة جدا قد تحدث لأحدنا ومش لازم يكون العدو فرعون لا ده يكون العدو متنوعا العدو ربما كان متنوعا والله تعالى يحفظ الإنسان بس الإنسان نسى شوية الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضان أبي جانبه وإذا مسه الشر كان يأوسى وفي آية أخرى فزو دعاء عريض لكن الإنسان لو تذكر حياته ومواقفه وكم من موقف أيده الله وكم من موقف نجاه الله وكم من موقف كم من مشكلة ربنا حلها له وكم من مصلحة ربنا أظهاله ما يقولش فلان اللي عمل لها الله تعالى أجرى قضاء مصالحي على يد هذا وذاك وسخر له وهكذا فكلنا كسيدنا موسى قد مربى فيه لكن طبعا السادة الأنبياء لهم وضع مخصوص لإيه عشان حضرتك والفقير وكلنا حضرات السادة الأفاضل نأخذ العبرة والإيه والعظة هي الفكرة كمان هنا المدلول أنه مش بال يعني الأغذل الأسباب دي حاجة مهمة جدا لكن مش الاعتماد عليها يعني هنا ربنا ربا يعني قال واصطنعتك لنفسي وقبلها وألقيت عليك محبة مني سبحان الله بدون أسباب الأم بعيدة هي مش هي اللي بترمج قال له أني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لما قال له ألقى عفاك فلما رأاها تتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب الخوف اللحظي ردة الفعل اللحظية مش خوف فقد ثقة لأ دول سادة أنبياء لا يصدر منهم ما يعكر الصف فيقول له يقول له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يا سلام حضرتك سبقتنا كده في الأحداث بس ده كان محمل مهم جدا في فكرة الخوف وأنواعه أيها ما هو أنواع الخوف تتنوع بتنوع الشخصيات الخائفة واحد خايف على أولاده طبما ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية وضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله ترجمة نانسي قنقر